ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الجيش كشف عن قاعدة تحت الأرض لطائراته العسكرية المسيرة وسط توتر متصاعد في الخليج وأفادت هيات الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن هناك مئة طائرة مسيرة في قلب جبال الزاقروس بما في ذلك طائرات من طراز أبابيل 5 التي قالت إنها مزودة بنسخة إيرانية الصنع من صور الهيلفير الأمريكية اشتركوا في القناة